قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين ما حكم تعليق الصورة الشخصية على الحائط الأولى أن لا تفعل ذلك اترك ذلك أخي الكريم الأولى أن لا تفعل ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب وقد أجاز علماؤنا الصورة الشخصية للضرورة للبسبور للبطاقة الشخصية للرخصة لأي أوراق رسمية أنت مضطر إليها ومحتاج إليها فيما عدا ذلك فلا تعليق الصور فيه فتنة كبيرة جدا والله أم الشيخ وإحنا بنعبد الصور ده من بيب سد الذرائع من بيب سد الذرائع طيب أنا هولي حضرتك تقدر تيجي عندي بيتي أو أقدر أجي بيتك أو تسمح لأي أخ جايلك البيت وإنت حضرتك معلق صورة للوالد أو صورة للزوجة وتبقى نصوبة كبيرة بقى لما تكون صورتك مع زوجتك في ليلة الزفاف وزوجتك في أبها حلة وأجمل زينة وحضرتك وقف جنبها كده وحطتها في الصلون اللي ما يشتري يتفرج إيه الكلام ده إيه الكلام ده يا أخي سبحان الله والله العظيم هذا ليجوز طب تقدر حضرتك واحد يدخل صاحب ليك يجي على الصورة دي أو على صورة والدك المعلقة اللي انت حتطع في البرواز دي ويقوم شيء للصورة وإيه ده حرام منكر وهم كسر الصورة وهم كسر الإزاز وهم أطع والله ما هتسيبه يطلع من البيت أبدا فأنا أنصح إخواني بعدم الغلو وأسأل الله أن يرزقنا ياكم الاتباع وأن يردنا ياكم للحق ردا جميلة إنه لي ذلك والقادر علي اشتركوا في القناة